اشتركوا في القناة وإذا انضمت لنا اليوم أنا أشكرك على وجودك اليوم في أنت تستطيع اليوم أنا سعيد بالمتدربين الموجودين معي داخل القاعة وسعيد بك أنت لانك بتتابعين الآن اليوم الموضوع هيكون مختلف قبل ما أحكي موضوع اليوم عايز أشاركك أنتل بتتابعين الآن بحاجة وإنتم المتدربين الموجودين معي الآن داخل القاعة عايز أقول لكم أنه ربما في الدقائق الجاية ركز هل في فكرة ملهمة ممكن تخطر في بالك تشاركنا بها بعدين؟ هل في فكرة ممكن تشاركنا بها بعدين؟ ربما تخطر بسبب أو آخر تخطر في بالك فكرة تشاركنا بها وربما تغير حياتك نحو الأفضل أو نحو الأسوأ إذا ما انتبهت للفكرة دي بيقولوا في كل 15 ثانية نحن بمفكر في 80 فكرة 80 فكرة ممكن ما نكون واعين بها لكن هي موجودة في بعض الناس بينتبهوا للأفكار دي بغيرها إذا كانت سلبية إذا كانت إيجابية بيستثمرها استثمار كبير خلينا أبدأ معاكم يا جماعة اليومنا أو الحلقة بتاعت الليلة أبدأ بمثال مجازي لو افترضنا كلنا إن الله سبحانه وتعالى أي واحد فينا خلقه وخلق معاه مخزن خلق معاه مخزن كبير فيه كل أدوات التشييد والبناء لبناء أفضل بيت في الدنيا ولكن في ناس بقرار واعي أو غير واعي بيقرروا يمشوا للمخزن دا ويشيلوا منه مجرد قش كده أو شوك ويعملوا سور كده ويعيشوا مرتاحين فيه ناس بقرار واعي أو غير واعي بيمشوا للمخزن دا ويشيلوا جريد نخل ويشيلوا كده قناة وخشب كده ويبنوا حوش وبيت متواضع ويعيشوا كده مرتاحين فيه ناس بقرار واعي بيرجعوا ورا هناك ويمشوا للمخزن دا ويشيلوا أدوات بناء مسلح وابنه مثلا بيت بشكل مسلح ويهيئوا بطريقة كويسة بعيشوا مرتاحين في ناس لا بيمشوا هناك وبشيلوا أدوات كثيرة جدا ومواد كثيرة وابنه عمارة كبيرة في ناس بقرار واعي أو غير واعي بيمشوا وراء ويستخدموا معظم الأمكانيات الموجودة وبعد ذا كله يكون فيه أمكانيات كثيرة نحن ما بنحصل عليها عايز أقول لكم إنه ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى خلقنا كلنا متساوين خلقنا كلنا متعادلين في الإمكانيات في القدرات عندنا قدر على إنجاز أي تغيير دارين ننجزه عندنا قدر على تحقيق أي هدف نحن عايزين نحققه ولكن ما متساويين في ذهابنا واستخدامنا لإمكانياتنا دي ما متساويين في استخدامنا للقدرات دي والمهارات دي أنا عايزك تعتقد اعتقاد جازم بين الله سبحانه وتعالى خلقنا وأودع جوانا عقل وربنا ميزنا عن جميع المخلوقات بالعقل والعقل ده فيه أي مورد فيه أي شعور أنت محتاج لها من يوم ما تولدت لغاية آخر يوم فيه كل الموارد وكل الأشياء اللي أنت محتاج لها شان تنجز أي تغيير في حياتك وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون في قاعدة في البرمج اللغوية العصبية أسمح لي أشارككم بها هي واحدة من القواعد العمل التغيير كبير جدا في حياة الناس وأي شخص بعض الناس لما احضروا دورات البرمج اللغوية العصبية وأسأل أي شخص شنو أكتر قاعدة من قواعد البرمج اللغوية العصبية عمل التغيير حقيقي في حياتك القاعدة الحاشارك بها الآن بتقول يمتلك يمتلك كل إنسان الموارد التي يحتاج لإحداث التغيير وتحقيق ما يريد جواك في الذكاء اللامحدود جواك في القدر على الإبداع والأفكار الابتكارية جواك في التصميم جواك في الإلهام جواك في حل في عقلك في حل لأي مشكلة جوا عقلك في إجابة لأي سؤال ومعظم الناس المتفوقين هم عندهم قدرة عالية على استخدام عقلهم أو خلينا أكون دقيق أقدر وأقول على استخدام عقلهم الباطن أو استخدام عقلهم اللاواعي عادة أنا أسألكم سؤال وخلينا نكون أكثر صراحة في السؤال أي واحد فينا قبل كده في يومي الأيام في الماضي جرب يصل لهدف معين جرب يحقق تغيير معين جرب يعمل شي جديد في حياته وفشل ولكن في العادة متذكين لما تحصل لنا حالة الفشل دي بنقول لأنفسنا شنو؟ بنقول أنا فشلت ليه؟ ممكن نقول له يا أخي أنا فشلت لأنه ما عندي الموارد الكافية ما عندي القروش الكافية ما عندي الزمن الكافي ما عندي التكنولوجيا اللي بتساعدني ما عندي المصادر الممكن توديني أني أحقق الهدف ده أو ما عندي ناس يقيفوا معاي ويساعدوني أو ما عندي مدير يساعدني أني أمشي لقدام أو ما عندي خطة واضحة أو ما عندي طريق أمشي فيه عشان أصل للنجاح ده فمعظمنا بيركز في حياته لما يعني كل ما تحصل له نكسة ويحصل له تراجع بيركز على الموارد بسموها الموارد المحدودة هي موارد محدودة سواء كان مال سواء كان زمن سواء كان أشخاص يقيفوا معاك سواء كان خطة سواء كان تكنولوجيا هي موارد محدودة نحن في الواقع عايزين لحاجة اسمها موارد لا محدودة عايزين في أعماقنا نتمتع بحاجة اسمها سعة الحيلة اللي هو ما في حاجة بتوقفنا ما في حاجة بتمنعنا من إِن نمشي لقدام جوانا في أي حاجة نحب محتاجين لي عشان نبقى ناس متفوقين عشان نعمل أي تغيير محتاجين نشعر بالشعور ده نحن محتاجين لي حاجة اسمها موارد لا محدودة وهي موجودة داخلك أنت وأنت تستطيع إنك تطلع الموارد الموجودة جواك دي تستطيع إنك تستخدمها تستطيع إنك تسيير لي صالحك وليس العكس الموارد اللي بتكلم عنها هي قدرتك على إنك تضع رؤية واضحة قدرتك على الالتزام قدرتك على التصميم قدرتك على إنك تؤمن بأفكارك قدرتك على الإبداع والابتكار قدرتك على إنك تكون عندك الجرأة الكافية قدرتك على إنك تتمتع بالشجاعة تتمتع بالثقة تتمتع بالصدق مع الناس تتمتع بالحب للناس تتمتع بروح التعاون مع الناس محتاج تتمتع في داخلك بالعطاء ودي كلها موارد موجودة جوانا الالتزام والتصميم قدرتنا على وضع رؤية واضحة لأنفسنا هي كلها موارد موجودة جوانا ولكن مختلفين نحن في استخدام الموارد دي الآن كلكم بيتفقوا معاي إذا في شخص ما عنده المال وما عنده الزمن الكافي ولكن عنده رؤية واضحة وعنده التزام شديد هيقدر إلقى المال ويقدر إلقى الزمن صح ولا لا إذا في شخص ما عنده المال الكافي ما عنده خطة واضحة ما عنده تكنولوجيا ولكن إنسان مبدع كفاية عنده التزام شديد عنده إصرار شديد هيقدر إلقى الزمن وإلقى التكنولوجيا وإلقى الموارد إذا في شخص داريصل لنجاحه ما في ناس يجيفه معاه ويساعده ولكن عنده قلب كبير يسع كل الناس عنده صدق مع الناس عنده حب حقيقي للناس هيقدر يلقى ناس يجيبه معه هيقدر يلقى قيادة وناس يساندوه ويدعموه إذا في شخص دي يمشي لأي طريق وشجاع جدا ما عنده جرأة شديدة ما عنده خوف من الفشل هيمشي على الطريق ده على أي حال صح ولا لا دي الحاجة نحن محتاجين لها من كان يدري إنه طفل رضيع عمره شهرين فقط جاء أب وأمه شين في الشارع يقل طفل الرضيع ده مرمي في الشارع قاموا شهروا الطفل ده وربوا الطفل ده وتعبوا على رعايته لغاية ما دخل المدرسة ودخل الثانوي هو في الثانوي الأبوين لقوا كالوقت مناسب إنه يحكوا ويكلموا عن حقيقته فعرف إنه هو طفل لقيط ولكن في أعماقه شعر بشعورين متناقضات تماما شعر بالحزن الشديد إنه الأبوين ديل هم ما آباؤه وشعر بالتقدير والإمتنان إنه هم الربوه وأشرفوا على رعايته وهو بالشكل الموجود قدامنا الآن شعر بالتقدير والإمتنان وقرر قال لهم تقدير والإمتنان الليكم كان عندهم بيت قال لهم تقدير والإمتنان الليكم أنا قررت أني أتزوج بيتكم وكانت الإجابة صادمة قالوا لي ونحن هم نزوجك بيتنا لأنك أنت إنسان لقيط قام زعل ومشي للبيت قال لنا داير أتزوجك يا أهلك رب ونبي بالشكل أنا موجود فيه قالت لي وزوجك أنت أنت لقيط أنا بقدر أتزوجك لأنك أنت لقيط فشعوره كان مؤلم جدا فقرر زي ما بين عندنا في السودان إنه حرد خلى البيت خلى المدرسة مش بدأ حياته من الصفر تماما ما عنده أي مورد من الموارد المحدودة لكن عنده آلة حازبة فقط عنده آلة حازبة فقط وفي نفس الوقت مع الآلة الحازبة عنده إبداع وعنده رؤية واضحة وعنده التزام وتصميم شديد قدر من القراشة اللي كان عايش فيه من الآلة الحازبة دي قدر يعمل أبر مصنع لصناعة الحواسيب الشخصية عمل لنا آيفون عمل لنا أبل ماكينتوش هو ستيف جوبس ما كان عنده أي مورد من الموارد المحدودة ولكن كان عنده إبداع عنده تصميم شديد عنده التزام شديد عنده رؤية واضحة ملتزمة إنه يصليها من كان يدري إنه شاب يادوب شغال مدير تسويق ومبيعات ما عنده شاب سوداني ما عنده أي مورد من الموارد يادوب بيدوه منتب يادوب يكفيه ويمشي بالموارد المواصلات في يوم من الأيام ما كان عنده أي مورد من الموارد المحدودة ولكن كان عنده رؤية واضحة وإنسان شجاع عنده الجرأة وعنده التزام وتصميم وقدر يعمل الشركة الأولى للخدمات والنظافة في السودان وبيقى هو من أصغر المليونيرات الموجودين في السودان أنا أتقد بيه شخصياً في واحدة من دورات التدريبية اسمه الصادق الحلو ربما في يوم من الأيام نلاقيه جواك في أي مورد أنت محتاج له جواك في إبداعك في تصميمك في التزامك في قدرتك على إنجاز أي هدف أنت عايز تنجزه المهم أنك تتذكر أنه في البرمجة اللغوية العصبية بيقولوا 93% من الموارد اللي يحتاج لها الإنسان موجودة في أعماقه الموضوع يعتمد على قرارك الموضوع يعتمد على الرؤية الواضحة لوضعتها لنفسك الموضوع يعتمد على التزامك الشديد الموضوع يعتمد على إصرارك إبداعك قدرتك على الابتكار والتصميم وإيمانك بأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا كل الموارد اللي نحن محتاجين لها وده حيوصلك بإذن الله سبحانه وتعالى لأي هدف أنت دار تصل له يتذكر الناس لا ناكصاها الموارد الناس لا ناكصاها قدرتها على السيطرة على مواردها الآن دعونا نمشي فاصل ونأخذ مشاركة الجمهور داخل القاعة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سلام عليكم ورجعنا لكم مرة تانية في أنت تستطيع الآن جل الوقت أن نشوف مشاركة الموجودين معنا من الجمهور موجودين معنا داخل القاعة قبل أن نشوف مشاركاتهم في العادة يسألوا أسئلة ويقولوا بعض المشاركات أنتم عارفين بناخد المشاركات كيف؟ بالكورة قبل أن نتكلم عن المشاركات وناخد المشاركات خليني في الأول أشاركك أنا بأي سؤال كان في سؤال ممكن يكون جا في ذهنك أو في ذهنك أنت اللي بتتابعنا الآن هو أنا كيف أقدر أصل للموارد الموجودة جواي كيف أقدر أصل للذكاء الموجود جواي أول حاجة أنت محتاج أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه أودع جواك كل الموارد وكل الحلول والقصص كثيرة جدا وفي ناس موجودين معانا داخل القاعة عندهم قدر علينا أن يصلوا إلى الموارد الذي سنشارك سنشاركونا بقصتهم الحاجة الثانية أنت محتاج بعدما أنك تؤمن في الله سبحانه وتعالى وتؤمن في نفسك وفي إمكانياتك وقدراتك خد في نفسك أن الله سبحانه وتعالى سخر لك كل العالم سخر لك الكون كله لخدمتك وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه صدق الله العظيم عشان تصل للموارد دي مفروض تزأل نفسك السؤال الصح تزأل نفسك ببساطة شنو أفضل حل للمشكلة دي شنو أفضل إجابة للسؤال ده شنو الحاجة اللي أنا لو اتعلمتها لو عرفتها حتوصلني له الهدف بتاعي وعايز أقول لك كل النجاحات التي تمت تحقيقها في الدنيا هي بدت بفكرة زي فكرة إنه دارين نطلع القمر والناس طلعت القمر زي فكرة إنه في كاميرات طيبة الناس وتوصل رسالتهم عبر الشاشات لأملايين الناس حول العالم ويتعاملت الفكرة دي زي فكرة الموبايل اللي عندك زي أفكار كثيرة هي في الواقع ناتجة من قدرتنا على إنه نلقى الأفكار دي ونلتزم التزام شديد بإننا نصليها شان كده في عالم أمريكي يسمه كليميني ستون بيقول أي حاجة تفكر فيها أي حاجة تخطر في بالك ودبت تدعمل معاه باهتمام شوية إذا فكرت فيها جوة هتحصل عليها برة لو التزمت وأصريت إصرار شديد وكل العلماء عندهم قدرة هائلة على إنهم يستخدموا ويطلعوا الموارد الموجودة داخل أعماقنا بأنه نسأل نفسنا السؤال الصحيح شنو أفضل حل؟ شنو أفضل إجابة؟ شنو أفضل إختيار؟ شنو الموارد أنا محتاج لها؟ عشان أصل لما أريد وهنا إنت حتفتح البوابة لأفكار كثيرة وحجيك إجابات كثيرة لأنه عقلك هو أعظم من جهاز الكمبيوتر ولكن عشان تفهمه خد في بالك كانه جهاز الكمبيوتر بيديك إجابات كثيرة هو متأكد عقلك متأكد إنك قادر على إنك تلتزم بوحدة من الإجابات دي وطبقها ابتداء من الآن وكان في بداية الحلقة سألتك سؤال قلت لك كديركز هل ممكن في الدقائق الجاية يتجيك فكرة ملهمة؟ عايزين الآن نأخذ المشاركات من المتدربين الموجودين معي الآن داخل القاعة وأعرف شنو حصلتوا عليه ومنو نحب يشاركنا بأي مشاركة قبل المشاركات الكورة لو سمحتها؟ شكرا كنا نعارفين الآن إنه المشاركات ما بتتأخذ بشكل عادي وإنما باستلامك للكورة منو نحب يشاركنا؟ أيوة تفضل؟ تمسك الكورة في الأول أدوه المايك تفضل؟ يمكنك تحقيق كل ما تريد إذا أمنت به يمكنك تحقيق كل ما تريد إذا أمنت به نعم الإنسان ده أعظم مشروع أو أعظم مشروع أو أعظم مورد نعم بخوة فكرك وبخوة أخلك يمكنك تحقيق كل ما تريد كويس إذا وضعته تحت التنفيذ أيوة كأنك إنت عايز تقول إنه لو أنا عند أي فكرة ما هتظهر للواقع وتبقى فكرة قوية ما لم أنا أخذتها موضع التنفيذ وأزأل نفسي شنو أول خطوة أعملها الآن وتجربني من الفكرة دي نعم إذا قلت لنفسك إنك تستطيع أن تفعل كل شيء فأنت لاحق تستطيع أن تفعل كل شيء فأنت أستطيع أول الخيز خطرة وصل النماء فكرة إذا أقول ثاني أي إنسان يمكن أن يحقي كل ما أريد إذا آمن به ووضعه حتى تنفيذ يمكنك تحقي كل ما تريد وتذكر دوما بأنك قادر على كل شيء وربنا وضع فيك قوة هائلة فأنت المتحكم بها شكرا لك عبد السلام شكرا لك عبد السلام الكورة أولا أيها كبيرة كورة شكرا لك عبد السلام تفضل من أحب أن يشاركنا؟ عبد السلام كان يقول ما؟ يقول أنك محتاج تلتزم محتاج تبدأ التنفيذ كفاية تأجيل كفاية تسويف أبدأ الآن لكي تبدأ الآن أزال نفسك سؤال بسيط أعمل ما الآن يقرر مني خطوة من الهدف الآن أصليه من أحب أن يشاركنا ثاني؟ أيها تفضل ممكن تقيف في الأول تمسك الكورة وراء أدو المايك لو سمحتها تفضل اسمك؟ السلام عليكم ورحمة الله أحمد 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 كيف؟ شكرا لك معنا اليوم بك العافية أريد أن أصل إلى فكرة أن الناس دائماً يحصلون الاستفزاز نسبة كبيرة من الناس ستستفزوهم تتولد في حاجة في داخله طاقة إيابية نسبة كبيرة من الناس دائماً يحصل على خطأ كبيرة من الناس دائماً يحصل على صواب أريد أن أتأكد من المتظم أريد أن أقول لك شيء يا محمد أحمد لا أعرف ربما في واحدة من الحلقات في قاعدة تقول يا محمد أحمد أن أعظم انتقام هو النصري ساحق أنك تركز وأن الكلام القال فلان أنك ما تقدر تعمله تثبت له له لأتدرجة أنك قادر وعندك القدرات والإمكانيات وأنك قادر فعلاً تعمله الموضوع محتجة لمدى إيمانك والالتزامك الشديد عشان كده في قاعدة بتقول لا يوجد نجا عظيم من غير التزام شديد شكراً لك يا محمد أحمد شكراً منوحابي شاركنا تاني المتظلمين الموجودين معاي أيوة تفضل المايك ليهو أسرع 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 السلام عليكم السلام أنا أخوكم عمار مره من نظيف أول حاجة أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلق البمرين بالثرية اللي نالها يعني الزول يكون عنده طموع عالي يكون عنده قناعة راسخة أنه حيحق الطمع هذا يعني حيكون في أرض الواقع ربما في واحدة من الحلقات نتكلم عن كيف يكون عندنا إيمان عامية كيف يكون عندنا قناعة راسخة كيف نؤمن فعلاً بالأفكار اللي عندنا فأنا لازم أكون أول حاجة واثق في الله سبحانه وتعالى نعم إنه ربنا يعني حيوفقني نعم واثق في الإمكانيات بتاعته نعم وأنا بالجد ممكن أصل للنتيجة دي بكون عندي رؤية كبيرة جداً أيوة تعرف الرؤية دي واحدة من شنو يا عمار الرؤية دي واحدة من الموارد اللامحدودة اللي هو قدرتنا على تكوين رؤية واضحة قدرتنا على الإسرار والالتزام الشيء وقدرتنا على الإيمان بإمكانياتنا وإيماننا في الأول بالله سبحانه وتعالى أيوة دي دي الجانب الروحي نعم وفي إضافة للقناعات أنا أقرأ لسير الناس الأنجزوا وما أتكل على الأسباب أتكل أول حقي عرب الأسباب بعدين نعمل الأسباب كلها وحلقة التغيير في عرض الواقع في النهاية بقول للرجال كل رجلاً إن أتوا بعده قالوا مروا هذا الأثر وللنساء بقول لهم كوني مرأة إن أتوا بعدها قالوا مرتوا هذا الأثر أو كوني إنسان كوني إنسان أي أي زول قد مات قومهم وما ماتت مآثرهم وعاش قومهم وهم في الناس أموتهم ففي النهاية بتبقى القناعة بتبقى القناعة وتبقى الطموح العالي شديد فالناس تغيروا التاريخ كلهم غيروا بإصرار وعزيمة جزاكم الله خير شكراً لك يا عمار أنا في الدقائق الجاية عايز أخذ مشاركة من شخص هو كان في يوم من الأيام سمع الكلام بيقول فيه لكن ما في برنامج أنت تستطيع ولكن في واحدة من الدورات اللي أنا كنت أقدمها هو طالب كان في الوقت داك هو كان طالب الثانوي قدر إنجح في امتحان قدر إحقق تفوق في امتحان لأنه كان عنده قدرة شديدة على أنه يتواصل مع عقله ويطلع منه الموارد ويطلع منه الإجابات على أي سؤال هو يا جماعة حيوا معي مصعب حيوا مصعب فضل لها مصعب مايكل مصعب فضل لها مصعب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مصعب عليك يا محمد وعلى الحضور الكرام الحاجة اللي أريد أن أقول أنه أنا كنت ممتحن كان عندي إمتحان تربية إسلامية فظنيت أنني قرأت المادة كلها قرأت الكتاب كله قلت أنني لا أعني شيئا فقبل أن ينوم قلت سألت نفس السؤال قلت يا جماعة لحظة واحدة 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 قال قبل أن ينوم سأل نفس السؤال قلت ما؟ قلت ما الأسئلة ستأتي و جاء و لا يمكن أن أجهز قال ما هي الأسئلة الممكن أن أتحرك بالإمتحان وأنا أفرود أن أركز عليها قلت نومتين لما نومتين إجهني قال لي يا مصعب تقرأ الصفحة ما كلا و الصفحة ما كلا جاء و حلم يعني قال لي يا مصعب أقرأ TRUK والصفحة كلا و أنت حغسين تحل الإمتحان و بعدين؟ اليوم البعدي لمشاهدة الإمتحان صحيب في نفسه الساعة أربعة قليت الصفحات شفتهم في الحلم أيوة فاليوم بعدي ومشيت الامتحان اتفاجأت أن الحاجات في الحلم جات في الامتحان الحاجات في الحلم جاتك في الامتحان كما هي كما هي وحليت الامتحان بيتفوق تفوق وضربت لي تلفون بيبت لي هادية ما تقول الحيات دي شكرا لقاء مصعب حيوت تحية كبيرة يا جماعة ما مصعب براو الحصلت معه الحاجة دي الشخص الجاب العلاج بتاع المرض السكري الأنسولين فتش في الكتب مالقة في الأبحاث مالقة أجاب العلاج وإنما العقارة اللي بيسيطر على مرض السكري فتش مالقة في أي مكان بحث في المراجع القديمة في الأبحاث القديمة مالقة أي علاج لمرض السكري هو جراح كندي اسمه فريدريك باتينغ وهو نايم قبل ما ينوم سأل نفسه سؤال كيف نقدر نسيطر على مرض السكري وفي الحلم جاء صوت بيقول ليه شان تسيطر على مرض السكري استخلصوا البنكرياز المتحلل من الكلاب حلم الأنسولين هو عبارة عن بنكرياز المتحلل من الحيوانات عموما هو كان في الواقع حلم بتاع الشخص الأذانة اللي بنسمعه يومياً خمسة مرات هو في الواقع حلم حلم بتاع شخص كانوا زمانة جماعة الصحابة وفي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا بنادوا للصلاة كيف؟ هيا على الصلاة هيا على الصلاة ما كان في أذان ولكن في واحد جاعد مع نفسه سأل كيف؟ كيف ننادي لصلاةنا؟ كيف ننادي للصلاة بتاعتنا؟ ما عجبوا الطريقة دي؟ جاء صوت في المنام يقول إذا حانت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر لغاية آخر الأذان والصحة من النوم بفزع شديد وجرى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس اللحظة كلموا بالحلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال قال له فدع بلال يؤذن فإنه أندى منك صوتا وإنت بي نفس الطريقة أينشتاين لما كان دارع من القنبلة الذرية كان أكساه معادلة يقول لك سر عبقرية أينشتاين هو سر استخدامه لعقله سر استخدامه لعقل الباطن هجماعة أجمل ما في الموضوع أنه أي واحد فينا عنده القوة دي موجودة جواه وبس الموضوع قرار أنك تتخذ قرار بأنك عايز تطلع الإمكانيات الموجودة دي أينشتاين سر عبقرية اكتشف معادلة في الحلم حلت له المعادلة كلها بتاعت القنبلة الذرية وعمل القنبلة الذرية عندنا الإمكانيات عايزة أقول لك في النهاية يمتلك كل إنسان الموارد التي يحتاجة لإحداث التغيير وتحقيق ما يريد أؤمن تماما بإمكانياتك وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم والموضوع راجع إليك القرار راجع إليك في أنك تستخدم الموارد الموجودة جواك وانت اللي بتتابعين الآن عندك القدرة أنك تصل لإمكانيات دي عندك القدرة أنك تحقق الأهداف دي عندك القدرة أنك تحقق أي نتيجة أنت عايز لها الموضوع يعتمد على إصرارك الشديد الموضوع يعتمد على التزامك الشديد وقدرتك على أنك تولد فكرة مبدعة والفكرة المبدعة لمن تركز عليها ستولد جواك إلهام وكل ثروة تم تحقيقها بدأت بفكرة ومعا التزام ووضع موضع التنفيذ وفي الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى ستصل من اليوم لا تقول لنفسك أنا لا أستطيع الظروف صعبة تذكر أن الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فإذا كنت تريد فأنت تستطيع شكرا جزيلا السلام عليكم شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا